بالضفنة كابتن ضياء عبد صمد قبل أن نتناول هذا الخبر النهاردة سيكون معنا بعد قليل وبعد الفاصل كابتن ضياء عبد صمد ضيفنا في الأهلي في كل مكان لعب النادي الأهلي السابق ويتحدث عن نهائي كأس العالم عن البطولة الأفريقية عن رؤيته لأهمية المباراة وكيفية تعامل الجهاز الفني واللاعبون مع هذه المباراة المصيرية في البطولة الأفريقية مع تاونشب باطل بوتسوانا يوم ثلاثاء المقبل لكن أخيرا وما احترامنا طبعا للجهد المبدول للوصول لأفضل حل وأفضل مدير فني ممكن لاتحاد الكرة فان مارفك المدير الفني لمنتخب أستراليا طلب حاجات كتير قوي يعني التفاوض معه مبدئيا هذا الخبر بيصف الرجل بأنه وضع شروط تعجيزية مدة العقد لا تقل عن أربع سنوات دي مطالبه يستمر حتى نهايات كأس العالم 2022 أيضا لا يمكن أو رافض تماما فكرة إنهاء العقد تلقائيا حال الفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 ووضع بعض الشروط اللي بيراها المجلس الاتحاد تعجيزية من أجل تدريب الفراعنة بيتمثل في إضافة شرط جزائي في العقد يقدر بستة أشهر يعني الحقيقة فان مارفك مقدمش كرة قدم أفضل من هيكتور كوبر عشان يبقى الراجل بيطلب كل ده ويبقى فيه اهتمام بالتفاوض معاه المتابع لمنتخب أستراليا في الفترة اللي فاتت ما أعتقدش أنه هيلاقي نقلة في مستوى الأداء أو من المنتخبات اللي لفتت أنظار المحللين الفنيين في كأس العالم فبالتالي نبدأ ندور مين الجهاز الفني اللي وراء المنتخب ده ويبقى مطمع للتعاقد معاه والاتحادات تتنافس وتتسبق من أجل وصوله لحياة فان مارفك يعني ما أعتقدش أنه بأي شكل من الأشكال هيكون مختلف عن هيكتور كوبر وأنه مش حيضيف حاجة لو وفقه أعتقد طبعا أن اتحاد الكرة ممكن يوافق على كل الشروط دي وأعتقد أنهم بيعملوا المؤامات بالشكل الأمثل عشان ما يبقاش حد وضع شروط بتعد سيف على رقبة الاتحاد أو على خزانة الرياضة المصرية أو الدولة المصرية بالعكس لازم بعد تجربتنا لفاتت نضع النقاط على الحروف وتكون مسكين كل النقاط أو كل نقاط القوة في التعاقد في أيدي الاتحاد وليس في أيدي المدير الفني القادم لأننا الحقيقة بنتعرض لمقالب كتير قوي هكتور كوبر حاليا التفاوض معه إذا كان انتهى بالفعل للتعاقد حسب بعض التسريبات أو المتابعات الإعلامية أو لم ينتهي التعاقد معه حتى الآن العروض وتراوح المبالغ المعروضة عليه لا تزيد عن خمسين ألف دولار كحد أقصى نصف ما كان يتقاضى من الاتحاد المصري أو خلال تولي مهمة المدير الفني المنتخب مصر فاصل ونعود ونستقبل بعد قليل الكابتن دياء أبصان